السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله وهذا اش كي ادي كي ادي على ان الانسان كيشعر بمشاكل نفسية مضاعفات نفسية بلك يلقى هجوم عليه او فضيحة امام العائلة امام الاقران ويتهم بالشدود الجنسي او يتهم بالنصب والاحتيال او يتهم بانه عقيدته فاسدة وانه خرج من الملة هذا كل اشكال والوان تعلمون جميعا لا اريد ان اصرح تعلمون جميعا ولكن هذه كانت تسمى ظاهرة تنمر الهجوم وهذا كي ادي الانسان من اللي راش حمله واحد كان عارفوه كان نشط في هذا الميدان اتصاب بمشكلة نفسية بل منهم من اصيب بالاكتئاب بل منهم من صار يفكر في الانتحار والانسحاب والعياد بالله فهذه من الاطار السلبية لهذا الوسائل ثم كالقو كذلك على المستوى الاسري هذا على مستوى المجتمع الاسرة للأسف كان لقوا الاسرة دينا رغم الاثار الايجابية لهذا الوسائل التواصل الاجتماعي ولكن الاسرة دينا راكت ضيع هذه 21-30 سنة الاسرة المغربية كانت اسرة واحدة اسرة فيها الدفء والطمأنينة الكلمة هي كلمة الام والام حاضرة بحل ترية بضوية عن الجميع والوليدات كلهم كتلقاهم يصطفون في مائدة واحدة مع العائلة وشوفوا ده من الاسرة كيف أصبحت الاسرة كتلقاوا الانسارات متفككة كتلقوا كل واحد من افراد الاسرة يعيش في عالمه الافتراضي كل واحد عنده هاتف دقان او عنده وحد الحاسوب او عنده وحد لوحة الكترونية طابلت ويعيش مع نفسه ويتحدث مع الغرباء ويسمح في العالم الافتراضي ولكن ما علقته مع الاسرة ما علقت الاولاد مع اولادهم ما علقت الزوج مع زوجته الاسرة تعيش في عزلة وهذا ادى الى ضوف العلاقات وهذا ادى الى مدائل الى ان المشاكل تدخل وتغزو هذه الاسرة رغم انها تعيش تحت سقف واحد كالقوا بان السلطة للأسرة عادة كتكون هي في الاب وتبعا في الام اليوم كالقوا بان هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي انتزعت السلطة للتوجيه من الوالدين وصارت هي تزاحم في توجيه الابناء وتربيتهم كتلقى الولدين لكتلقى المئات بل الالاف من الصور ومن الرسائل في هاتفه النقال او في لوحة الالكترونية وطبعا انتغى الجتال الخرط قل لي يا ولدين هذا حرام وهذا حلال وهذا يجيب وهذا لا يجيب وورا تم شحنه وتم تغيير ناكيرته ثم كالقوا من غير الاسرة كالقوا العائلة العائلة الكبيرة العائلة الكبيرة في المغرب هذه واحدة تلسنة ركنت عائلة متماسكة كتقوم بالزيارة العائلية كتقوم بصنة الارحام الناس يتلقوا من الجمعة الجمعة كي يكلوا الكسكس فيما بينهم الناس يتلقوا في المنسبة السعيدة سواء في اعراس او في ختان او في منسبة اليمة كالجنائز او امراض ممكن يتلقوا الناس يتلقوا بعضياتهم وكيتشوفوا بعضياتهم وكيتسالموا بعضياتهم وكيتسامحوا بعضياتهم وهذا كي يؤدي الى الطبئنيناء والمواسات لكن اليوم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي غادلقوا بأن الزيارة العائلية وهذا السنة الرحيم تراجعت بشكل كبير ما بقوش الناس يسلون رحيم يقول لك غادل سيفت لهم رسالة رسالة عبر الواتساب فيها صباح سعيد جمعة مباركة عواش المباركة بسعودة أي كلام هكذا يقوم بوظيفة السنة الرحيم ولكن الناس ما يتلقوش ما كيتشوفوش بعضيتهم يعني الأسرة ويعني العائلة وكل هاد الأفراد كلهم صاروا بل الأخطر من هذا هو أننا بسبب بعض وسائل التواصل الاجتماعي لكد الانفتاح صرنا ربما كالقاوة العلاقات الزوجية صارت فاترة العلاقة الزوجية في المغرب هذه 31 سنة كانت علاقة حميمية كانت علاقة قوية كانت علاقة فيها محبة ومودة وثقة متبادلة اليوم سير قلب على العلاقات الزوجية غتلقى بأن الخيانة صارت سهلة جدا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي من أراد أن يمنع علاقات مشموهة مع الآخرين له كامل الحرية وبسهولة كبيرة وكالقاوه وكالقاوه نساء بريئات نساء بريئات تم اتهاموهن شي واحد تصل بهم عكسهم تحرش بهم وصفت لهم صوار وصفت لهم رسائل وعبارات ولقاها الزوج أو ولقاها أحد الأولاد وتارت توراة في العائلات عدد كبير ونسبة الطلاق ارتفعت كثيرا بهذا السبب الزوجة كتخلي الزوجة تخلل الحمام كي بغي يغسل أو يتوضع كتقلم للهاتف نقالي وكتلقى فيه رسائل يندلها الجبيد وهناك يعود كتقول تنني المحال يا كحنا سواء سواء وهناك ألقوا بأن ضاهية الخيانة الزوجية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تتمدد والعياد بالله ثم كنلقوا أشياء أخرى كثيرة مدرة وهي الحالة الصحية الحالة الصحية دي أننا كاملين هذه 21-30 سنة البغاربة كانوا صحح البغاربة بارك الله كانوا كيمشي وعندهم المشي السريع وعندهم الأكل الأكل الطبيعي الأكل اللي هو بيو وكانوا كانوا رياضيين كانوا يقلب لقمة العيش كي يجريوا كي يطلعوا كي ينزل اليوم غضي يلقوا بأن عدد كبير من الناس تصابوا بالسبنة الزائدة لأن الجلوس لفترات طويلة أمام المكتب أو أمام المكان دي الراحة إما واحد سرير أو كي يبقى نهار كامل وكي تبع الهاتف النقال وكي تبع الطابلت ديالو أو كي تبع الأخبار في الوسائل التواصل الاجتماعي ولا يكاد يتحرك وحتى لا بغير شيء أكلا يعني وسائل التواصل الاجتماعي تسمع لي غير تصل بواحد الرقم معين غني يجيبوا لي كتاعة بيتزا أو كدا جاهزة ساخنة في اللحظة فالناس في زمننا هداء تصاموا بالسمنة وطبعا السمنة ركت تأدي إلى مضاعفات كثيرة أمرض القلب والشرايين والسكري وضغط الدم والسبب ربما المباشر هو هذا الوسائل للتواصل الاجتماعي الأخطر من الناحية الصحية وهو أن الناس مبقاوش كي يخدوا القسط الكافي من النوم قلة النوم أولاد الصغار نام الآن كيتلقى حتل منتصف الليل وبازال بقى كيقلب في الانتاغنات بازال كيتصفح وكيبقى الفترة متأخرة وفي الصباح من اللي كيمش لمدرسة راوى الجتة حاضرة ولكن الدغن غائب وقص على ذلك حتى الآباء الآبتة والنهار كل للكل وكيسمح وكي يبحث في هذا المجال وكيبقى حتل الجوش تتصبح وفي الصباح الماكن غيوصل متأخر للعمال وإلى وصل في الوقت يعني ما غد يعطيوانو العطاء دلو ضعيف لأن المؤشر دلتنمية عدنا غدوك يضعف داخل الأسرة كذلك الأم اللي كتفق بكري كانت الأم بهات كيف يقوق من الفجر مع السروية وهما اللي كي سخدوا بها سخودة باشي انتو تضاو ونصلوا الفجر هما اللي كي صموا الحسوة هما اللي كي صموا دين الشعير وزيت العود باشا تقوى واحد القهوة بلعشوب قهوة كحلى بلعشوب باشا الدماغ يفيق وكانت الأم تجرى الفرحة والسرور الأم ربقى طلعت الشمس وباقى مازال سير جمي الخوز بالبولوجي ويا دار ما دخلك شر الوضعية دينا يبدو أنها استهاءت بسبب هذا الوسائل للتواصل اجتماعي هي وسائل بناء وأيضا في نفس الوقت هي وسائل هدم والأخطر من كل هذا وهو الغزو الثقافي والفكري كالقوا بعض المفاهيم اللي هي واحد اللحظة كالمغرب لا يتقبلها كالإنسان المغربي اللي عنده الأصالة الإسلامية والدينية وعنده الأعراف والتقاليد الاجتماعية الرصيدة كالقودة بالآن سهل أنه يتم اختراقه وسهل أنه يمشل واحد مفاهيم غريبة جدا إلى قلنها الجن اللي كان قبل لنا هذا 21-30 سنة غير يستنكرها حين اليوم صارت عادية الشدود الجنسي العلاقات الرضائية وحد مجموعة كبيرة من الأشياء تبدو كأنها عادية من فرط الضغط أنه يتم تمريرها وهناك الضيارة الخصوصية دي المجتمع المجتمع اللي هو عنده أصالة وعنده توابط وعنده قيم وعنده حضارة وعنده تاريخ كيبدأ يضيع لنا هذا المجتمع إذا نظرنا لهذه المسألة من الناحية الشرعية الناحية الشرعية لا بد أن نستحضرها في أي مجال أي مجال ما شاء يكون عندك الأجر والتواب لا تظن بأن السفيدة تسير بمفردها راح نحن جميعا نركبه في سفيدة نوح وكل أولا بدنا نعرفه أي حاجة ما حكم الشريعة في ذلك إحنا ينبغي أن نتواصل مع الآباء دينا والأمهات والشباب دينا وولدتنا وبنيتنا أي واحد فينا بغير ندخل هذا المواقع دي التواصل الشمعي هذا لا يمكن أن نبنعها هذا شيء صار فاردا وجوده في حياتنا لا يمكن أن نبنعها أبدا ولكن ينبغي أن نتعامل معها بعقلانية أولا بغير ندخل هذا المواقع دي التواصل الشمعي أستحضر نية أنا غايتي بغير ندخل فيسبوك مثلا يكون هو التعارف مع الناس تعارف جميل ربي أمر به يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم الناس كانوا كتعارفوا أن يمزمان عن طريق الحج الزيارة الحج أو السفريات أو التجارة والقبائل والقوافل اليوم طريق الفيسبوك تعارف مع العالم كله وهذا مطلوب تعارف مع الناس في أمريكا في إفريقيا في الشرق الأوسط في في أي مكان هذا أمر مطلوب شعبا إن أكرمكم عند الله يتقاكم لتعارفوا لكن خاص للإنسان يحضر النيان يلتعارف ثم بلتعارف مع الإنسان نحاول ما أمكان نحصل على الخيبرات الإيجابية التي تنفعني في حياتي بلتعرف عليها لاش بلتعرف اللغة ديانو باش نتقن اللغة لان من أتقن اللغة قومين يعني اكتسب ودهم وأمين مكرهم ونتعرف على التقافة لأن المجتمع صار صغير نعرف على التنمية على الاقتصاد نعرف كل ما يتعنق بما يدفع الأسئلة الإيجابية لكن نبقى ضيئ وقت للتحدث مع الجسل آخر وهذا اللي يوقع للأسف 90% كتلقى بأنه يضيع وقت في التحدث إما مع الفتيات أو الفتيات مع الفتيات وكل يدي الشخصية مزورة هو داكار ديالاسم أنتا وهي أنتا ديالاسم داكار وقتلقى واحد نوع من العبت هذا في الدين لا يليق وأخطر أخطر مكين في هاد الوسائل هي مشاهدة الصور المحرمة هي كتهجم على الإنسان يحرص على أنه يحاول بعد منها لأن كل مشاهدة ديالصورة محرمة رأيك تغرس في الداكرة ديالك وبالتالي كتخلق لك وحد وحد الفتنة وكتعود في صراع مع نفسك وكتقلم أنك تنفذها وتلقى في حبائل ومكائن إبليس وأشجم يخرجك منها ثم كالقو أن هذه الوسائل نعتقد بأنها مواقع ربودة ونسخرها ما نقولوش حدايا اللوب العالمي أو السلطة السياسية العالمية تريد أن تسخر العقول والشعوب ما نقولوش هذا الكلام نقولو بأن هذه المواقع سخرها الله الله تعالى وسخرها لكن سخرها لنفعلها في الحلال ونتجدد من الحراب نتجدد دخول في خصوصية الغير نقتحم حولة الشخصية للآخرين ولكن بالعكس نستعمل للتواصل والتعارف بين الحضارات والشعوب والثقافات في الخير في المحبة في الرضا في التعاون في القيم نحافظه على البيئة نحافظه على التنمية نحافظه على حقوق الإيسان نحافظه على وضعية المرأة نحافظه على سلامة وصحة الشباب هكذا ثم من النحية العملية كالقو بأن هذه الوسائل نستغلها لدعم الأفكار والمشاريع المهنية ناجحة نستعملوا لهذا الغرض يعني الإيسان أنا لا أعتقد بأن اليوم شو واحد يقول ليك هذا ما لقيش خدمة لا أعتقد كي بليك تتلقى ماشي واحد شاب يقول ليك را ما لقيش عمال قلب لي على عمال كي يقول لما هذا هذا ماش عايش معانا ولا في نعيش يعني وش أنت عندك لان تيغداد وبإمكانك أنك تكون عندك هاتف نقال وعندك شاحن وباقيك تقلم على خدمة إلى عندك هاتف نقال وشاحن را العالم كله بين يديك را الميغن والمشاريع هي على قارعة الطريق كثير كثير بزاف حتى الإنسان ما يلقاوش من حقه راسهم فالإنسان يستغل هذه الوسائل للعمل وللإبداع ولوضع مشاريع اقتصادية ومشاريع مهنية ثم يتواصل مع الآخرين في القضايا الإيجابية وهنا قد يلقوا بأننا قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح هذه هي باختصار شديد أيها الأحبة الكرام وسائل التواصل الاجتماعي لعلنا عندكم أفكار وعندكم آراء وعندكم مشاكل تعيشونها في بيوتكم مع أولادكم ومناتكم وأزواجكم حول هذه الوسائل التواصل الاجتماعي لعل منكم من يستفيدوا منها واستفدت فعلا في مواضع مهمة ولعل بعض الآخر يتابع تلك المعارك الوهمية التافهة للنس يضيعوا فيها الوقت الجهد ويضيعوا وقت آخرين في أشياء لا تنفع كيفاش ممكن تخليوا وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للبناء وسيلة للتعمير وسيلة للتنمية وسيلة للتعارف وسيلة للقيم والأعراف الإيجابية الكلمة لكم أيها الأحبة الكرام أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل فابقوا بعد السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أنا أكبر 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 شكرا